اشتركوا في القناة الله ربنا وفقنا وادرنا نطلع حلقة كويسة وكليلت بعدها عن موضوع المطائم والمنتجات الساحية وكنت بناشد وزارة السياحة نادر يعني لو تقدر تحط اشتراطات في الموضوع دوت نتخليها على الطابع العربي طابع المصري متوسط المرض بها مصري كده هيكون بجد بجد هيعمل اثر جميل جدا وهيعمل تجديد وحاجة افضل بكتير ما هي عليها الان طيب انا بس اسمحولي هتترك لحاجة الاول برية شوية حاجة تخصني انا العلم ده يا جماعة مش حكرة على حد ومش حكرة علي انا شخصيا ولا اي حاجة خصوصا اني مش ستار يعني ومش جايب بعلم جديد ومش جايب حاجة جديدة والكلام ده بالعكس تماما انا بتكلم في حاجة عامة وشغل عام ومفوش جديد ومش انا اللي يتقلد يعني مش انا اللي يتقلد فاي حد يتكلم في العلم ده ده لي حرية ومفوش مشكلة لكن عشان خاطر الاقي حد على قناة تانية يتكلم بنفس الترتيب يبقى اكيد في حال غلط اكيد في حال غلط فكل اكتهد والله الموفق يعني للجامعة بس ده ليه خصني النهاردة هنتكلم عن هنكمل موضوع المطاعم كنا هنتكلم عن الكلاسيك وكنت مجهز بصراحة حلقة ترتبها كويس جدا وجميلة ان شاء الله هعملها الاسبوع جاي كان عن لويس ونكمل لحد الفكتوري والركوكو يعني كنا هنعمل حلقة كلاسيكية جميلة وكاتب حاجة ان شاء الله ان شاء الله يعني هتبقى كويسة طيب المطاعم موضوع المطاعم موضوع كبير وفيه تباصيل هسألك سؤال انت كمستثمر حاجة وانت تكشف هتفتح مطاعم حاجة يعني يعني انت نو تشف خلاص انت كده عارف طريقك وعارف اسلوبك وعارف انت عايز ايه واللي شريحة بتاعتك ايه وفهم الموضوع الموضوع وموضوع حيبقى سهل مع ايد زينا هتقدر تجمع معلوماتك وتقدر تنفذ تصميمك بكل سهولة كلامي هيبقى للمستثمر اللي بيبقى لسه ها يدخل على وعايز يفتح مطاعم هنا هيبقى الاسلوب مختلف تماما مش اسمر اللي بيجي يفتح او بيجي يفكر هو قريدي بي مش عارف رايح فين وجي من ايه ما عايز افتح سلسلة مطاعمة او ما عايز افتح مطاعمة اعمل ايه طبعا ده اول حاجة هيسأل نفسه انا هفتح لمين الشريحة ايه ايه نوعية الاكل اللي هستقدم من هنا هنبدأ كل الامور تتوضح ده لو متقرر ان انت هتدخل في المجال ده احنا مبدأيا بنتكلم عن المطاعم الكبيرة نسبيا يعني مش الصغيرة فالكلم ده هيبقى موضح ليك نبدأ الحكاية من الاول يا جماعة نبدأ الحكاية من الاول المطاعم كانت في البداية كانت اساسا مختصة عالطرق بتعمل عالطرق عشان السفر والكلام ده بعد كده بدأت توسع بشكل او اخر لحد ما بقت اه زيتكية كده بدون مقابل اي ان كانت الحكاية هي مش موضوعنا فمش هو ده اللي هندخل فيه قوي بس المطاعم وصلت لي ده ازاي وليه المطاعم انواع كتير جدا يا جماعة بس احنا هنعمل سبوت قوي النهاردة عن المطاعم اللي بقت معروفة وكتيرة في مصر مش في كل العالم لان في العالم فيه انواع مطاعم كتيرة مش مشهورة في مصر حاليا وفيه في مصر مش موجود برا في العالم معروفة بيه تمام طيب انواع اللي احنا معروفة هنا في مصر ايه هي طبعا المطاعم العالمية اللي معروفة بيه الفست فود دي مطاعم ثلاثة مطاعم معروفة لينا كلنا وليها طابع خاص دي رقم واحد ليها طابع خاص الطابع بتاعها بيبقى شوية مش شوية كتير مودرم وما ينفعش غير المودرم ما ينفعش تعمل غير مودرم فيش كلام تاني يعني ايه؟ يعني الفست فود ما ينفعش أعمله كلاسيكي ما ينفعش أعمله أغير من الطابع بتاعه هو خلاص بيقى له زمن على طب بياخد أجدد وعلى فكرة هم ليهم متخصصين كما يعني في الانتيرير متخصصين بتاعهم ما بيغيروهش ده يعني ايه؟ ده معناه انه مش بيجيبوا اي حد ده دراسات دراسات بيعملوها سنويا عن الالوان عن تأثيراتها عن تأثير الديكور عن كل ما يخص الانتيرير بتاعه طيب كفاست فود دي الوان معينة لتركيبة معينة لها أرضيات وأسقف وإضاءات معينة ما بيخرجش عنه رقم واحد الوانه الوانه حرة جدا بيبقى أورنج أصفر أحمر وبيخرجش عنهم الثلاثة بياخد اتنين ويبدأ يجزق عليهم معلوم السائد الموجود يوس الأبيض أو أي لون تنين بس لازم يبقى الالوان دي زهرة جدا وبدرجة عالية طيب الإضاءة بتبقى دايما متوهجة حتى من خارج متوهجة جدا ما بتبقاش خفتة خالص لومانسية لا متوهجة جدا هي عايزة توصل البهجة لأن شرحتها الأطفال والشباب أكتر بيستهدفوا أكتر الشباب وبيستهدفوا أكتر الأطفال فالدرجات الألوان دي شوية مبهجة وشوية بتهيي الأعصاب بتخليه ياكل طيب اللي قسف بتاعيتها بتبقى غالباً بتبقى فلات طيب احنا نطلع على فاصل بس سريعاً ونرجع لكم تاني بعض الأمور الفنية ونرجع تاني بعد الفاصل طيب احنا كنا نتكلم عن المطاعم الفاست فود الفاست فود يا جماعة هي طبيع بتاعها كده هو كده من فاش تغيروه يعني هي على المودرن والألتر مودرن الناس دي بتغير كل سنة يعني بتعمل تجهيدات بتعمل شغلها أول بأول مش بتسكت ومش مستنية لدي سلاسل كبيرة جداً في العالم كله فبتستناش إن هي تعمل حاجة زي بقول كده أي كلام فأي كلام بالعربي يعني أو بالبلدي كده لكن هم ليهم الدزاينرس بتوعهم المتخصين شغالين بس على الفروع دي وعلى تصم المطاعم فأي حاجة بتعمل بس إن هي تقلل من الإرضات بتاعتهم أو بتأثر على العميل بشكل سلبي على طول بيمنعها هي نقدر نقول مجمل أو خلاصة نوعية المطاعم دي وهي ظهرت من الخمس سينات تقريباً نوعيتها إن هي إن انت تاكل وتمشي تاكل وتفرح والأولاد اللعبوا يفرحوا ويمشوا لكن هي مش مخصصة إن انت تبقى قاعد وترتاح وتاخد وقتك وتقابل ناس وتعمل ميتنج في المكان أو الكلام دا لا خالص أنت بتاكل أكل معين حتى الألوان الموجودة في المكان ما بتخلكش تقعد مش ترتاح كتير أنت وجودك في المكان مش هتخليك تقعد كتير وترتاح في المكان حتى الكراسي نوعية الكراسي ونوعية الفرش الموجود كله كله غير مريح مش اللي هو أو يعني بعض السلاسل دي وقت بقى تتحرك على إن الكرسي يبقى فيه فرشة مريحة شوية بس ده مش مش اتجاه يعني يعني ده حد خلق يعني اختلف عن اللاين كله وعمل كده نجح بقى ما نجحش دي مش لسه ما شوف نهاش يعني ما تغيرش هو ما زالت مش هده الأسامي طبعا عشان أحنا على الهوى ما يبقاش في دعاية لها فحد اختلف وغير ولسه مش عارفين هو نجح بيها ولا لأ نجح بيها دي مقصود بيها مش نجح بيها كدزاين لأ نجح بيها إن هو عامل إيضات أعلى ولا لأ طيب إحنا نجح تاني هو ألوانه بتبقى حرة جدا بتبقى اللون أحمر بيستخدمه في مكان بشكل قوي جدا الأحمر الناري فبيبقى موجود بشكل قوي جدا عشان بيفتح الشيء أكتر وبيخليه بيأكل كتير يعني سي هو عام جاب صندوتش مثلا فجاب تاني وتالت بيفتح نفسه غريس الطعام بتشتغل مع اللون الأحمر بشكل قوي جدا فبيبدأ يتحرك نحيط طيب اللون ده بس لأ اللون الأصفر برضو واللون الأورنج برضو معا فغالبية المطاعم ديات بتبقى على نفس الوتيرة دي وعلى نفس اللاين ده طيب إحنا كلنا عارفين الكلام ده وكلنا شايفينها وهي ما عندنا في كل مكان يعني اللوسم بتاعتها تبقى أفلات بس مش قوي برضو فممكن يعملوا على مستويين أو مستوي واحد شكل ثابت لكل السلسلة وكل المحلاتهم بتبقى بنفس الشكل بنفس الشكل هو غالبا بيبقى سين معين بيبقى سابت ويبدأ يتحرك على المساحات المتاحة عنده في كل فروق طيب الأرضيات بتاعته أرضيات برسلين سابتة لكل فروق برضو بيبقى ألوان برضو من نفس الألوان بتبقى منه يشتغل مط ومنه يشتغل على اللامع ولكن هو دايما بيختاره المط عشان كده كده بيطفي فبيبقى أماكن معاناة لوقت اللامع وبعض طبعا بيختلف بيبقى باين في المكان بيش بيبقى كويس فهنا بيبدأ يقولك لا أنا عايزه مط كله بالكامل ويبدأ يحرك مثلا بيبقى بشكل عشوي أو مدروس حسب السلسلة بيبقى في تنويع في البلاط بلاطة كذا لونها كده لونها كده لونها كده بس ما فيهاش نقوشات بيبقى غالبية غالبيتها كلها بتبقى كلها سادة ما فيهاش نقوش تماما طبعا بتحمل درجات الإضاءة بتحمل مواد طبعا نحن عارفين مطاعم هو سكيل صغير من المستشفيات فيه تطهير بقى وتعقيم والكلام ده كله فيه موضوع مهم جدا بردو بيزعل متخصين مش انا مشان الناس تيزعل وبيزعلني طبعا في وسط البلد تبقى فيه مطاعم انا عارفين في وسط البلد وغض الطابع معينة نعم الخدوية هي ده طابع المناري بتاعها هو ليه نغير في الواجهات بتاعتها ده يعني ايه لف متى مفترض ان انت نبتيج تعمل حاجة زى كده انت بتاخد الطابع الخريجي بتاعه عايز تغير غير انتيريور ليه تغير من برا تلاقي المطعم درين ورح عامل شكله الوسم بتاعه فحاجة من الاتنين ديام ما يحافظ على طابع المعماري بتاع المنطقة بالكامل او انه مش ده ببرا احنا خليني في جوا او يعني مش ده انا خلينيش محل بتاعي انا هعمل وجهته بشكل تاني تلاقي اكلادنج باعة وشغل تاني خالص وبيعمل ديكوره بالكامل طب المكان اصلا واخد طابع جميل جدا ليه نغيره ليه نغيره اختلف ليه برضو محلات الملابس راح واخد بنفس الطريقة او دورين some عمل بشكل طب ليه ليه المشكلة اه لما نحافظ على طابع العام للمكان وايام اه واطراد المعمار للمكان كله ونحافظ عليه القاهرة دي والمكان ده بالذات كان بنافس فرنسا في ايامه طيب الفرش يا جماعة زي ما قلنا بيبقى مش مريح عشان يأكل يأكل ويمشي الوجهات كلها بتبقى زجاج والوانه بتبقى ملفتة من الخارج الديكور بتاعه مش بس بيأكد على انه فاست فود وانك تأكله تمشي لا ده هو دعاية ومش بس برضو كده لازم يديك درجة من البهجة لأطفالك يعني نوع من نوع الدعاية نوع ييجي الطفل يأكل مع مع مامته وبابا ويأكله عايزة روح تاني عايزة روح تاني عشان في لعبة معينة هناك او في كذا هناك او في درجات هو خلاص هو تجذب بها طيب ده الفاست فود بشكل سريع زي ما قلت هو فيه انواع تانية خارج مصر زي زي تراك فود ده عربية شاحنة كبيرة اللي هي وبتبقى متحركة وبتروح للمهارات البنات والاحتفالات الكبيرة بتاعتهم وبتبقى متمقلة وبرضو بتبقى ليها سلاسل مش موجودة في مصر نتكلم عنها ليه وهكذا فيه غيرها تاني طيب فيه نوع تاني اللي هو الفاملي ستايل أو بيسمى أوكي قلوها الفاملي ستايل ده منتشر يعني في الخارج وبدأ ينتشر هنا بطابع المصريين شوي اللي هو ايه بقى مش هدر القسامي لكن سلاسل برضو موجودة هي سلاسل مصرية تعمل أكل مصري يعني ملوخية حمام محشي الكلام ده طيب ده المفروض يبقى ايه ده المفروض يبقى تواخد طابع مصري عربي تحرك فيه الكلام ده هو فيه فيه المحتفز يعني فيه فيه سلسلة محتفزة فيه غيره بقى شوية رح واخد العربي في البرتشنات مثلا أو كده ورح عامل الباقي كله فاست فود أو العكس خد ده ورح عامل برضو الفورنيتشر بتاعه كله بقى بقى مودرن ورح عامل الباقي ورح مدخل الدنيا بقى ده احنا زي ما قلنا هنا مفترض ان المكان ده يبقى على الستايل المصري او العربي لانه موجود كده برا هو خلي بالكم فيه سلاسة برا او بذات في الخليج مثلا هتلاقي عربي تخش المكان تليه عربي وبتاكل اكل بنفس الطابع برا في اوروبا هتلاقي برضو نفس الحكاية باكل مصري بياخد طابع المصري عشان هو اكل مصري زي زي الصيني اكل الصيني بيحطة في مصري هنا مطاعم الصينية الموجودة بتاخد طابع الصيني طيب اللوصف بتاعته مفترض انها بيعتمد من اضاعته انه هو بينزم منه دليات بياخد طابع العربي زي انه بيبقى محفور يعني باخد حفر كده مسلا انه معدن بيبقى محفور مسلا بشكل عربي زي الفوانيس كده او زاز اسلامي معشق اللي هو الملون اللي هو على الابتي والكلام ده برضي شنات بتاع طبعا البيسك او سي ان سي اللي هو الاشكال العربية والكلام ده او ممكن نعمله برضو في احجار نعمة وشكلها اللي هي الهاشم وشكلها برضي كويس وجميل ويبدأ ياخد الشكل الطابع العربي الجميل ده تخيلوا لو احنا عملنا حاجة زي كده تخيلنا نتخيل معاكم لو احنا عملنا مطاعم على الشكل ده ايه هيبقى يعني الجاز بتاعه هيبقى شكله ازاي انا ما شكش لحظة انه هيعمل نجاح باهر ما شكش لحظة انت قاعد في مكان عربي بتاكل اكل عربي ولو في ميوزك عربي ولا حاجة اتفرج على المكان ده هيعمل ايه منجاح هيبقى ازاي لو سلسلة ده دي جوه مصر بالشكل ده يعني سبحان الله احنا قاعدين جوه بلدنا بنشتقل الحاجة بتاعت بلدنا طيب الكراسي دي بتاعت النوعية دي بتبقى كراسي مريحة شويتين مش مريحة شوية واحدة لأ تبقى مريحة شويتين لانها انت قريدي بتدفع في المكان ده كويس فلازم تبقى قاعد مرتاح بتاخد مشروب بعديها بتقعد تتكلم بتقدر تعمل غداء عمل في المكان ده وتتكلم في شغل والكلام ده كله ايه دقاط بتاعته كلها بتبقى جاي منش معدنات اه ارضية طبعا بتبقى رخام ما فيش بورسلين بتبقى رخام وفيها شكل عربي وبيبقى فيها تبلغات عربي بالمناسبة الوجهات بتاعتي لازم تاخد الطابق ده لازم تاخد الطابق العربي يعني مثلا ع هيئة اقلاع مثلا تخيل الشكل اللي ميبقى من منظر ده انا ما شكش لحظة ان السلاسل دي لو تفتح بنفس التراث ده انا متأكد ان هيعمل نجاح كبير جدا النوع التالت يا جماعة النوع التالت اللي هو typical menu او fine dining اين كده مسمى بقى عشان هو بيتقلبي كذا في كذا ما كان بتلاقيه بيختلف هنا في مصر دخلوا بقى في نوعية تانية اللي هو typical menu اللي هو full service بتبقى قاعد مكانك وبتخدم عليك بشكل كويس و يئمة بيبقى lull open buffet ده بتقوم بتجيب اكلك وبتقعد الاختار اللي انت عايزه وبيبقى حسب نوعية الاكل اليوم بيوم وهكذا ده مش موجود في مصر بشكل منتشر ولكن بيبقى موجود جوا الفنادق المصرية حسب الفندق اللي انت فيه او حسب مكان انت فيه ده بيبقى كل بيشريحته تبقى a class درجة معينة من الشريح هي اللي بتستهدف في المكان ده وتي بتبقى اوليها جدا مش موجودة بشكل بتبقى طبعا اللي كل بتاعه كله كلاسيكي غربي حتى الاكل بتاعه بيبقى غالبيته غربي ما بيبقاش ما بيبقاش مصري بس بيبقى موجود ولكن بيبقى اغلبيته طبعا هو بيبقى فهم جدا بيبقى كلاسيكي غربي كلاسيكيات الغربية الاوروبية بيبقى اداءاته كلها وورم ستار بتاعاته قطيفة المفارش كلها قطيفة او ستان او حرير اسقف كلها كلاسيكية الشبهات على كل التربيزات يعني بيبقى ليه طابع عالي جدا من بيستهدف ناس معينة ده بيبقى بتاخد وقتك فيه مش مجرد تاكل او تعمل اجتماع وتمشي او الكلام ده خالص ده بيبقى كلاسيكي او مودرن او الترا مودرن ايا كان احنا اكتلمنا في بعض الترازات اللي هي بتبقى ريتش اوي اللي هي الالترا مودرن وده لا يحبز ومش ناجح او في مصر من انه بتغير سنويا فمش بيبقى وده هتكلم عنه ان شاء الله الحلقة جاية في الكلاسيكي ان الكلاسيكي مش بيقدم عمره ما بيقدم يعني من فاش تقول لا خلاص بقى ده او كده لا مفيش الكلام ده في الكلاسيكي كلاسيكي طول عمره ليه رونقه ليه اه وبرضه معلومة مهمة جدا وبرضه اكد عليها للحلقة جاية الكلاسيكي يا جماعة كلمة يعني كلمة كلاسيكي عشان بيتقال كده مطاطة هي كل ما له علاقة بالتاريخ وبالقدم يعني القديم فمش معنى ان هو كلاسيكي اه يعني خلاص بقى هو كلاسيكي يا جماعة فاي حالة كلاسيكي حطها جماعة لا ما كلاسيكي فرانسي ولا كلاسيكي انجليزي ما العربي ده بالنسبة الكلاسيكي مصري فكل مكان وكل حكبة زنانية دي كلاسيكي بتاع مكانها طيب هو بيبقى كلاسيكي انجليزي غالبا او فرنسي في نوعية المطاعم دي سيبكم تفرجوا برضو على بعض افكار للمطاعم وارجعلكم تاني نكمل حلقتنا عن المطاعم رجعنا لكم تاني واهلا بيكم وصباحكم بخير ان شاء الله طيب فيه نوع رابع وهو انتشر بشدة في الخمشهر السنة اللي فاتت الكافيهات ايه ده هي كافيهات مطاعم اه كافيهات مطاعم او تصنف من المطاعم طيب الكافيهات دي بقت على كل اللون يا واتستا زي ما بيقول وكده ما بقتش ماشية بشكل معين او لاين معين كل واحد انا هفتح كافيه ويبدأ يعمل ستايل عايز عن حاجة جديدة فيبدأ يلف على الكافيهات اللي زيه ويقولك انا عجبني فلان او عجبني اللان ومن فترة صغيرة نزلت سلاسل عالمية جوه مصر وخيت لاين معين لوحدها وبدأت تمشي بيه انشان قول اسمها طبعا طيب محدش خد باله هي ايه الالوان دي وليه الالوان دي ويه الادواء دي وليه الشكل ده والطابع ده ليه طيب عشان اللي عايز يفهم الناس دي اشتغلت كده ازاي هم برا كده هو بيخرج الصفح عشان يرى جريد بتاعته او يركز او بيعمل مينتنج خارجي بيعمل بيزنس بتاعه ومعندوش مكتب او كده فبيطلع يدي قابل حد فلا هو محتاج جو يقدر يعمل فيه الكلام ده او واحد يقرأ في حاجة يراجع رسالة هيروح يناقشها او 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 فهو محتاج جو تركيز يعني محتاج جو يركز فيه اضاءة بتريحه مكان فعلا هعرف اقرأ وركز واعرف التناقش وركز هعرف اعمل ديل كويس كده فمحتاج جول ده فبرا زي ما احنا عارفين هم وقتهم من دهب قوي ف يعملوا يعملوا ايه عشان برضو يقدروا يكسبوا من الحتة دي يقدروا يكسبوا من الحتة دي فعملوا السلاسل دي وبدأوا يبقى ليهم استهداف تقريبا يزيد عن السبعين في المية من عندهم اللي هم كشعب عملي يعني يعني كشعوب دي عملية جدا فبدأوا يستهدفوا الحتة طيب هل احنا في مصر بنعمل الكلام ده لا احنا بنعمل بشكل وبطابع ان انت تخش المكان تعود فيه تاكل تشرب تدفع فاتورة كبيرة لأ هو في السلاسل اللي موجودة دي مش ده اللي موجود خالص فهتلاقي هنا انقسم على فكرة الكلام ده مش علمي الكلام ده مباشر انا جايبه من واقع الخبرة والنظر في الموجود يعني هو مش نوعين ده هو اللي في مصر دوقتي حاليا بقى نوعين نوع انك انت تخش مش هتقعد كتير فتقعد تقرأ تركز في حاجة معينة او بتجهز لدي المعينة عشان عندك ميتينج في كذا او عندك امتحان في كذا او 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 فمحتاج جو وتركز فيه بتخش وتقعد في المكان ده بتركز جدا وبالفعل المكان كله مهيئ لده والوانه مهيئ للكلام ده ارضيات كل حاجة في المكان مهيئة انك انت تعمل الكلام ده المكان التاني زي ما قلت لكم شوية انه هو بيبقى مخصص ان انت تخش والاونر نفس هو عامله كده انا عامل جلسات معينة وشكل معين وفرش معين واضاءات وكل ده بتخليك تجيب الناس كلها بتاعتك بالليل وتقعد انا مستنيك تعش نشرب اشرب اشرب تشرب وتفضل طول ما انت قعد لحد انت شوف ده واخد اتجاه ان انت تاخد تاخد وقتك وتتمتع بي وده واخد ان انت تقعد وقت مش قصية ومش طويل وتاخد اللي انت عايزه بسرعة وتمش حتى مشروباته تخيل يعني ده مشروباته كلها ان انت تقعد وترتاح وتاكل وهكذا لا ده مشروباته كلها شوية كتير تركيز كلها وحتى يعني حلويات بسيطة جدا عشان تشوف شغرك ارباح مين فيهم زيادة ومين اقل يعني انت تفتكر شركات كبيرة زي دي عالمية لو كانت شايفة ان ده في ربح زيادة او كده مش كانت عامل ده او لا هي عاملة برا الكلام ده بس بشكل تاني بشكل تاني لا يمطبق على عندنا هنا كشرقيين يعني عندهم سلاسل تاني ولكن احنا هنا عمل يعني اختار ده بس طب ليه هم عماش الاسلوب الاسلوب التاني اللي تقعد بقى عشان عارف انه هيقدر او الناس بتقعد كلهم في التوقيت وتقريبا ساعة الزروة بتاعتهم بتبقى وقت الشغل تخيل يعني انت ممكن متعرفش تخش مش قدر اقول الاسامي طبعا هي معروفة جماعة يعني مش صعب انت تخش تلاقي مكان مش صعب قوي يعني بس بيبقى غالبا بيبقى المكان بيبقى خلاص يعني مكتمل السبب ان كلهم نازلين من شغلهم بيجهز ورقه هكذا امتحان وكل وقت اللي انا عايز اوصل له جماعة احنا احب ان احنا ناخد الطابع ده عشان نحمس الناس على البزنس وعالشغل وعلى 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 مش بمجرد انه بس ييجي استمت او يسيب كليته ويقعد يشرب مشروبات قدي كده عشان يتعف الاخر مبلغ والكلام ده يعني انا حاج ده عشان ده ستايلاته طبعا هو ستايل الكافيهات بيبقى معروف هو الالتري مودر احلس حاجة موجودة بتبقى موجودة استخدام التكنولوجي فيها محبس طبعا لو تقدر تعمله لكن بيبقى مكلف زيادة قوي لسقف بتاعته بتبقى طبعا واخدأ اشكال كلها طبعا النوعية تبقى فلات ما فياش شكل خالص اداءات اداءات كلها بتبقى جاية من السقف ما فياش حاجة نزم البسيط قوي انه معايز التانية اللي انا مش عارف اسمها قوي او لسه ما تصنفتش ومش عارفين ايه هي بس هي مصنفة كافيهات على مطاعم دي بتبقى طبعا يعني مودرن قوي فبقى فياش بوهات وفي نزم منها دليات وليها اداءات كلها رومانسية شوية ومريحة على العين بحيس انك تعقد تاخد وقتك براحتك جدا ما عندها يعني ما فيش مشاكل حلقتنا خلصت وكنت بعتذر طبعا عن طال الفنية اللي حصلت من هالله والدنيا مش مزبط قوي ولكن ان شاء الله عد صفحة كمل لكم بقية المعلومات ونشوف ارأكم ايه وبس احب اكرر بس كلامي عن ناس التنتقد او ناس الاعضاء الغلطة او الناس اللي بتقلد او 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 فكل واحد بيجتهد والعلم ده مش حك على حد وابدل مفك بس ده كلامي شكوركم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله محمد موني السلام عليكم اطلاقوا 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 شكرا